السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حكمل معكم شرح الوحدة الخامسة للصفة الثانية المتوسط باتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو ان ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونكمل بسم الله بنومبر فور وهو الليسنينج أي نص الاستماع listen to the weather report يعني استمع إلى تقرير عن الطقس answer yes or no ثم أجب إما بنعم أو بلا عن هذه الجمل هنستمع مع بعض عن تقرير عن أحوال الجوية ثم نعود ونجيب على هذه الأسئلة معكم برنامج ومعكم مذيع الأحوال الجوية والذي يقول this afternoon هذه الظهيرة heavy rain fill in our town أمطار غزيرة سوف تسقط على المدينة the big storm caused a lot of damage وعواصف كبيرة جدا ستتسبب بالكثير من الدمار and the traffic came to a complete stop والإشارات والطرق سوف تقفل تماما the storm is now over and the clean up can begin والعواصف الآن سوف تهب وسوف تبدأ تنظيف المدينة now let's look at the weather report for the next few days والآن دعونا ننظر إلى تقرير الطقس لأيام القليلة القادمة Friday will be warm and sunny during the day and cool at night يوم الجمعة سيكون في النهار الجو دافئ ومشمس أما في الليل فسيكون باردا temperatures will be in the low 20s during the day and will fall to 10 degrees Celsius at night أما درجات الحرارة فستكون منخفضة لتصل إلى 20 خلال النهار أما في المساء أو في الليل فستكون عشرة درجة مئوية you won't need a heavy coat لن تحتاج أن ترتدي معطفا ثقيلا but take a jacket with you ولكن يمكنك أن تأخذ جاكتا خفيفا معك the weather on Saturday will be nice in the morning and cloudy in the afternoon الطقس في يوم السبت سيكون جيدا في الصباح وغائم في وقت الظهيرة it will probably rain at night وربما أنها سوف تمطر في المساء these showers are quite normal during the spring هذه الأمطار القليلة التي تشبه الشور أو الاستحمام ستكون عادية خلال فصل الربيع so you'll have a clear weather on Saturday morning إذن أنت ستتمتع بحالة طقس صافية يوم السبت أو في صباح يوم السبت Sunday will be cold and windy يوم الأحد سوف يكون باردا وعاصف and maybe it will snow in the mountains وربما أنها سوف تثلج على الجبال if you're planning to go there إذا كنت تخطط في الذهاب إلى هناك don't forget your boats and jackets لا تنسى ارتداء البوت الخاص بالثلج والجاكت and now for sports والآن حان وقت الرياضة here is Matthew Delney ومعكم مراسل الرياضة Matthew Delney ننتقل إلى الأسئلة الخاصة be a listening question number one the weather was fine on Thursday afternoon هل كان الطقس جيدا في ظهيرة يوم الخميس إجابة هي خاطئة no question number two temperatures will be in the 60s on Friday afternoon هل ستكون درجة الحرارة في الستينات في ظهيرة يوم الجمعة طبعا الإجابة no question number three Saturday will be beautiful and sunny all day هل سيكون يوم السبت الجو جميل ومشمس طوال اليوم طبعا الإجابة no question number four it usually rains in the spring غالبا ما ستمطر في فصل الربيع طبعا الإجابة yes question number five it will probably snow on Saturday هل ربما ستذلج في يوم السبت طبعا الإجابة no question number six you won't need boats and jackets in the mountains أنت لا تحتاج إلى البوت وارتداء البوت والجكت في الجبال طبعا الإجابة no ننتقل إلى number five pronunciation وهي التهجئة listen to the L sound then practice استمع إلى صوت حرف ال L ثم تدر هنا لدينا I'll اختصار I will تنطق I'll 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 meet you at seven أنا سوف أقابلك في تمام الساعة السابعة you'll 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 get cold you'll get cold يعني أنت سوف تبرد he'll 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 travel in the summer يعني هو سوف يسافر في الصيف she'll 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 go shopping next week هي سوف تذهب للتصوق الأسبوع القادم we'll 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 have fun on the trip نحن سوف نستمتع في هذه الرحلة they'll 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 probably stay home هم سوف يمكثون في المنزل ننتقل إلى الصفحة التالية number six لدينا هنا الconversation وهي المحادثة دارت هذه المحادثة ما بين طارق وعادل قال طارق so I hear you're going to move to أبها إذن لقد سمعت أنك سوف تنتقل إلى أبها ما معنى I hear هنا في الريل توق I hear تعني a way to introduce news هي طريقة لتقدم أخبارا أخبارا قد سمعتها طيب رد عليه عادل yeah I got a great job there نعم لقد حصلت على وظيفة جيدة هناك قال طارق what work will you do ما هو العمل الذي ستقوم به هناك قال عادل I am going to be a trainee in an international hotel أنا سوف أكون متدرب في فندق عالمي قال له طارق when do you plan to move متى أنت تخطط للرحيل أو الانتقال قال عادل I'll probably go next month أنا ربما سوف أذهب الشهر القادم I want to spend the rest of the summer with my family before I move away أنا أريد أن أقضي باقية الصيف مع عائلتي قبل أن أذهب وأن تقي قال له طارق how long will you stay كم هي المدة التي سوف تبقى فيها هناك رد عادل it depends يعتمد على ماذا يعتمد نشوف ماذا يعني كلمة it depends it depends تعني a way to say you are not certain هي طريقة لتخبر شخصا ما أنك غير متأكد من المدة رد الطارق وقال depends on what يعتمد على ماذا ماذا سيكون رد عادل you're ending what is عادل's answer ما هو رد عادل إما سيقول له it depends on the salary there يعتمد على الراتب هناك will I make enough money هل سأقوم بجمع مالا كافي number two it depends on the weather will I like the cold winters أيضا يعتمد على الطقص هل سأحب شتاء البارد أو ممكن أن يجيب هو يقول it depends on the training will I learn enough to help my career يعتمد على التدرب هناك هل سأتعلم كفاية حتى أساعد في عملي أو ممكن أن نضيف our idea أو فكرتنا هنا والإجابة هنا ننتقل إلى about conversation الأسئلة الخاصة بهذه المحادثة question number one when will عادل go to أبها متى سوف يذهب عادل إلى أبها الإجابة عادل will probably go to أبها next month الشهر القادم question number two what is he going to do there ما الذي سوف يقوم بعمله هناك الإجابة he is going to work there سوف يعمل هناك he is going to work as a trainee in an international hotel سوف يقوم بالتدرب في فندق عالمي number three why isn't he going immediately لماذا لم يذهب فورا وحالا الإجابة he wants to spend the rest of summer with his family هو يريد أن يقضي بقية الصيف مع عائلته number four how long will he stay كم هي المدة التي سيبقى فيها هناك he doesn't know هو لا يعرف طبعا قال it depends يعتمد على أشياء معينة ننتقل إلى number seven about you question number one what's your favorite season of the year why طبعا هنا الإجابات هتختلف من طالب إلى طالب آخر كل شخص هيكتب إجابته الخاصة السؤال يقول ما هو الفصل المفضل لديك من فصول السنة الأربعة الفصل الخريف شتاء ربيع وصيف ولماذا هنا الإجابة the spring الربيع لأن weather is wonderful in the spring لأن الطقس يكون رائع في فصل الربيع question number two what will you do next year ماذا ستفعل العام القادم I will travel to Paris سوف أسافر إلى باريس question number three what subjects will you study next year ما هي المواد التي ستقوم بدراستها السنة القادمة أو العام القادم I will study English Arabic History Math and Geography سوف أدرس اللغة الإنجليزية والعربية والتاريخ والرياضيات والجغرافية question number four what will you probably do after high school or college ماذا سوف تعمل بعد الثانوية وبعد الجامعة أو الكلية الإجابة I will work سوف أعمل وكده احنا انتهينا من شرح الدرس أتمنى إذا عجبكم الفيديو تنزلوا أسفل الفيديو وتضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا إنكم تشتركوا معي في القناة وتنشروا الفيديو بين أصدقائكم وشكرا ترجمة نانسي قنقر